الفيجيتار او بقصمات البنية الرهيب هنعمله في البيت بمكونات سهلة جدا موجودة وهيديك طعم لون غير عادي بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اللهم اخفر لابي وامي وامات المسلمين اجمعين اي فينو او بقصمات عندك هنقطعوه شرايح في نو بقصمات كايزر اي حاجة قطعي شرايح وحطيه فرن سخن فرن سخن جدا جدا بعد اي حاجة انت عاملها في الفرن بلاش تشغال عليه الفرن مخصوص عشان يكون الفرن سخن قوي ويديك نتيجة حلوة محمصة مقرمشة زي كده مع الاحتفاظ باللون الدهب الحلو بتاعو بعد كده هنطحنه في كبة خلاط وطحنة الكمون زي ما اعجبك المتاح اعمليه درجة الصمك بتاعو او درجة الخشونة بتاعتو ديت حاجة ترجعلك انت يعني الدرجة ديت هتبتك رزبي اكتر وديت هتكون نعمة معايا اكتر اللي هي الدرجة دي بعد كده هضيف عليه مجموعات توابل وبهرات حلوة جدا ومتدي طعمة فاضية ملح مبخر وارفة بصل بودرة وبابريكا وكركم الملح المبخر احنا كنا عاملينه قبل كده واسبت اللينك بتاعو لو مش موجود هتحط الملح عادي ومعاياهم كمون وحبة كوزبرة وحبة حبهان صغيرين اربع كبيات من الفينو المطحون بياخدوا ربع كباية من النشا وربع كباية من الدقيق وهقلب الخلطة بتاعتي كلها وده نتيجة بتاعتها لون دهب جميل جدا جدا طعم وارمشة مفيش زيهم ابدا فعل بنظيفة وحلو وحطهم وغطيهم رمضان كريم عليكم متنسوش تعملوا لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر وحمد